يشدنوا أنه لجنة الإدارة والعادلة النيابية ألغت بشكل نهائي المادي 522 من قانون العقوبات اللبنانية اللي كانت تقول أنه المقتصف إذا تزوج ضحيته يعفى من العقاب تليفزيون الجديد اللي تمت محاصرته مبارح بالليل من قبل مناصرين لحركة أمل تأذت تلتة طوابق منه ومن بين اللي تأذوا أصحاب المحلات اللي موجودة بأسفل المبنى وإدارة القناة تقدمت بشكوى لدى قوى الأمن الداخلي الكهرباء اللي بتظل مقطوعة بتشكل التحويلات لتعويض خسائرها 35% من الدين العام يعني بحدود 24 مليار دولار والمشاكل اللي بتعاني منها واللي نعملها حلول كتير سياسة عم تمنع تطبيقه بالإضافة لقول الخبراء أنه المصار اللي اندفعت على بواخر الكهرباء كان ممكن تستعمل لبناء المعامل